ونريد ان نؤصل معنى اصيل وهو ان القيادة مسئولية القيادة مسئولية القيادة ليست تشريفا القيادة مسئولية يقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم انها امانة وانها يوم القيامة حسرة و ندامة الا من اخذها بحقها وهنا بس وقفة سريعة هل يجوز طلب القيادة هذه كثير من العلماء قالوا لا يجوز طلب القيادة الغير صحيح هذا الكلام غير صحيح لا يجوز طلب القيادة لمن لا يستحقها لمن يريدها لأجل الدنيا هذا الذي رفضه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك في الحديث اننا لا نعطي هذا الامر اللي هو القيادة و الولايات المختلفة الولايات بمعنى ولايات جغرافية او ولايات بمعنى ولاية وزارات معينة مسئول عن المال مسئول عن الخراج مسئول عن الخراج فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال اننا لا نعطي هذا الامر هذه الولايات لمن طلبه اي واحد يطلب وحرص عليه سوفوا في فرقة اذا طلبه فقط لا يمنع لكن لما يطلب ويحرص عليه لأجل الدنيا هذا الذي يمنع والادلة على ذلك ان سيدنا يوسف عليه السلام طلب اجعلني على خزائن الارض و ثبت في الحديث الصحيح ان اثنين من الصحابة كانوا من قبيلة اسلمت حديثا وكانوا هم من اهل القيادة واهل الدين والاخلاص واهل العلم فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله عيننا على قومنا بدل ما يكون هذا الشيخ القبيلة اللي اسلام يعني مشكوك فيه هو يقودهم عيننا بدلما هم الان تحت سيطرة الاسلام فاعينهم الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء طلبوا القيادة والرسول صلى الله عليه وسلم عينهم من الذين رفضهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الحديث لهم بهذه الطريقة اما انسان ضعيف لا يقدر على القيادة ما عند المهارات وهو يظن انه عنده المهارات او اشخاص يريدوها لاجل الدنيا حرصوا عليها لاجل الدنيا وهذا الذين ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم اذا الذين يقولون بالمنع لازم يرجعوا للأحاديث الاخرى التي سمحت بل النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها لمن طلبها ثابت ثابت هذا فاذا دعونا ننظر الى القيادة ليس على انها تشريف بل على انها مسئولية كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته هذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وغيرهم ذكروه فاذا نحن نتحدث عن الحديث كلكم تعرفوه كلكم راعي اذا القيادة هذه مستويات مستويات في قائد عام امام عادل لكن في قيادة في البيت امرأة تحفظ بيتها وتحفظ زوجها واولادها هذه قائدة المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها الرجل ايضا مسئول عن هذه الاسرة ورعايتها ليس فقط ماليا وانما اخلاقيا ودينيا كلكم راعين اذا القيادة مسئولية مسئولية يقول سيدنا انس رضي الله عنه ان الله سائل وفي الغالب انه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سائل كل راع عم ما استرعاه احفظ ام ضيع كل واحد عنده اي مسئولية اي واحد عنده اي مسئولية صغيرة او كبيرة سيسأل عنها هل حفظها ام ضيعها وجاء في الحديث في البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه فان الله سائلهم عم ما استرعاهم الله سيسأل كل من عنده رعاية لأي مستوى من القيادة ولو صغير هو في النهاية مسئول عن هذه القيادة وسيسأل عنها يوم القيام مسئول يعني سيسأل ليس معنى مسئول مثل ما يستعملها اليوم عندنا في حالمنا ان المسئول يعني هذه منصب عالي وماشاء الله تشريف مسئول سيسأل سيحاسب هذا معنى مسئول